اشتركوا في القناة والشر دولة حولنا في الأسبوع الماضي لأنها كان هناك حركة في نطاق ضيق حقيقة ما بين المقاومة 97.70 والدعم 96.90 97.70 تكلمنا عن الأسبوع الماضي وقلنا ما رح نشوف إيجابية حقيقة على المؤشر الدولار إلا باختراق 97.70 كان هناك محاولات في الأسبوع الماضي باختراق 97.70 لكن بقيت محاولات كان هناك أيضا هبوط لمؤشر الدولار واللي تم أو استقر عند النقطة 96 أو مستويات 96.90 في حال كسر 96.90 رح نشوف هبوط لمؤشر الدولار وإلى النقطة 96.30 ولو تجاوزها رح نشوف الدعم 95.50 مثل ما قلنا مؤشر الدولار لن يكون هناك إيجابية حقيقة إلا باختراق 97.70 والسيناريو الهبوط مشروط بعدم اختراق 97.70 لأن في حال اختراق 97.70 رح نشوف 98.30 والـ 98.70 هذا بالنسبة لمؤشر الدولار عندنا أيضا الـ West Texas Oil أو الـ US Oil كان هناك أو الأسبوع الماضي قلنا رح يكون هناك تصحيح للـ US Oil وبالفعل تم الهبوط واستقر عند الدعم أو مستويات الدعم 53.70 ومن ثم انطلق مرة أخرى وتم اختراق المقاومة التي كلا منها أسبوع الماضي والتي هي 56.80 كان هناك اختراق حقيقة الضعيف للمقاومة وكان الـ High لتداولات الأمس 57.45 كانت تقريبا بفارق حوالي 20 نقطة عن هدفنا 57.60 والي هو الهدف الثالث 57.45 تشكل مقاومة في مسار الـ US Oil وباختراقها رح نشوف هدفنا 57.60 لو تجاوزها رح نشوف الـ 59.50 وبذلك يكون حققنا من سعر الدخول حوالي 410 نقط الـ US Oil لهذا الأسبوع يتحرك ما بين نطاق الدعم خساته 50.70 والمقاومة 57.45 على فرين من الأربع ساعات هذا بالنسبة لـ US Oil عندنا أيضا الذهب الذهب تكلمنا أسبوع الماضي وقالنا أن الذهب يتحرك بالنطاقي في المقاومة 1520 والدعم 1474 واللي كانت حركة الذهب ما بين نطاق المقاومة 1520 و1474 هنا في حال كسر الـ 1474 رح نشهد هوبوط وإلى الـ 1458 لكن بشرط عدم اختراق الـ 1520 اختراق الـ 1520 رح يقود الذهب إلى 1535 طبعا حتى عرفت لي من الأربع ساعات الـ 1535 نقطة مهمة جدا للذهب واللي في حال اختراقها رح نشوف الـ 1555 لكن مثل ما قلنا بشرط اختراق الـ 1520 والـ 1535 حقيقة أهم مقاومة أشوفها في الذهب هي الـ 1535 واللي لو تم اختراقها رح نشوف الـ 1555 الـ 1550 في حال اختراقها رح نروح لـ frame الـ weekly واللي رح يكون هدفنا الـ 1600 ولو تجاوزها رح نشوف الـ 1700 هذا بالنسبة للذهب قلنا أيضا الـ Dow Jones أيضا تكلمنا لأسبوع الماضي وقلنا أنه يستهدف مستويات الـ 27300 لو تجاوزها رح نشوف الـ 27400 وبالفعل تم تحقيق الـ 27300 في تدولات الأسبوع الماضي وتم اختراق أيضا في تدولات أو بداية تدولات هذا الأسبوع تم اختراق الـ 27400 إذا تذكرون 27400 في أكثر من مناسبة وفي أكثر من بيديو يعني شددنا على هذا الرقم ونوهنا لهذا الرقم وقلنا أن الرقم مهم جدا في مسار الـ Dow Jones لكن على الـ Weekly لو نشوف الـ 27400 على الـ Weekly رح نشوف أنه كان المقاومة والـ High التاريخي لكن نشوف أنه في تدولات الأمس كان هناك سعر تاريخي جديد حقيقة في الـ Dow Jones نشوف أنه إغلاق الأسبوعي إذا كان أعلى من الـ 27400 وكان هناك زخم واضح باختراق الـ 27400 رح يكون هدف الـ Dow Jones الـ 30000 هذا بالنسبة للـ Dow Jones وفي حال ثبات السعر أعلى من الـ 1.1070 رح نشوف صعود لـ Euro مقابل الدولار وفي حال تخطي المقاومة 1.175 رح نشوف الـ 1.1207 لكن كان لهاي الأسبوع الماضي لم يتجاوز المقاومة 1.170 واللي شكل حالي مقاومة لـ Euro مقابل الدولار في حال اختراقها رح نشوف الـ 1.1207 عندنا أيضاً الدعم لـ Euro مقابل الدولار عندنا نقطة 1.1070 رقم مهم حقيقة واللي لو تم كسرة رح نشوف الـ 1.0997 لو تجاوزها رح نشوف الدعم 1.0894 1.9490 حد بالنسبة لـ Euro مقابل الدولار عندنا أيضاً جنيه السرليني مقابل الدولار تكلم الأسبوع الماضي وقالنا جنيه السرليني مقابل الدولار رح يكون أو رح تكون حركة جنيه السرليني مقابل الدولار ما بين نطاقين المقاومة 1.30 والدعم 1.28 حقيقةً تدولات الأسبوع الماضي لم تخرج من هذا النطاق ما بين المقاومة مثل ما قلنا 1.30 والدعم 1.28 في حال اختلاق الـ 1.310 رح نشوف الـ 1.3070 ولو تجاوزها ممكن نشوف مستويات الـ 1.337 لكن في حال كسر الـ 1.28 رح نشوف الـ 1.27 لو تجاوزها رح نشوف الـ 1.2508 وعندنا أيضاً جنيه السرليني مقابل الـ 1.008 وعندنا أيضاً جنيه السرليني مقابل الـ 1.008 والدعم 1.310 وحقيقةً حركة جنيه السرليني مقابلين لم تخرج من هذا النطاق فلذلك لا تزال هذه المستويات قائمة أيضاً لتدولات هذا الأسبوع في حال كسر الـ 1.38 30.8 راح اشوف 173.20 نتجاوزها راح اشوف 134.70 لكن بشرط عدم اختراق 141.048 ولو تم اختراقها راح نشوف زيد من الإيجابية وإلى مستويات 143.70 هذا بالسبب الجليسترليني مقابل النيان الجليسترليني مقابل الكندي وهذه كانت أحدى توصيات البيع ولي حققت الهدف الأول وما ثم بدأ الارتداد لكن لم يتجاوز المقاومة 1.77 سبعة وتسعين نشوف هناك بوادر للتصحيح ونشوف أنه يستهدف مرة أخرى هدفنا الأول عند الدعم أو الدعم 1.6729 واللي لتم كسرة راح نشوف الواحد فاصلة 6493 لكن السيناريو هذا قائم بشرط عدم اختراق الواحد فاصلة سبعين سبعة وتسعين عندنا أيضا الجلي هستريني مقابل يزندي وهذه أيضا كانت توصية من توصيات البيع وقلنا أنه يستهدف الواحد فاصلة تسعة وتسعين ثمانية واربعين وقلنا كان البيع من اثنين فاصلة صفر سبتة ثلاثين أربعين وقلنا أيضا أن الدعم اثنين فاصلة صفر صفر أربعة واربعين مهم وفي حال كسرة راح نشوف مزيد من السلبية لجهستريني مقابل نيوزلندي جهستريني مقابل نيوزلندي يتحرك لهذا الأسبوع ما بين نطاق الدعم واحد فاصلة تسعة وتسعين سبعة وتسعين والمقاومة اثنين فاصلة صفر ثلاثة اهدعش أن أيضا نيوزلندي مقابل الدولار وهذه كانت احدى توصيات الشراء وتم تحقيق الهدف الأول تم تجاوز الهدف الأول لكن كان هناك مقاومة عند النقطة صفر فاصلة أربعة وستين واحد وخمسين نشوف أن في حال اختراق المقاومة صفر فاصلة أربعة وستين واحد وخمسين راح نشهد مزيد من الإيجابية للزوج وإلى هدفنا الثاني عند النقطة صفر فاصلة أربعة وستين ستة وتسعين قدنا أيضا الدولار المقابل فرانكس ويسري أيضا قلنا الأسبوع الماضي أن الدعم صفر فاصلة ثمانة وتسعين ثلاثة واربعين دعم مهم في حركة الزوج ولو تم كسرها راح نشوف صفر فاصلة سبعة وتسعين ثلاثة وتسعين ولو تجاوزها راح نشوف صفر فاصلة ستة وتسعين ستين نشوف أن الدولار مقابل الفرانكس ويسري على الديلي يتحرك ما بين نطاق الدعم صفر فاصلة ثمانة وتسعين ثلاثة واربعين والمقاومة 1.0017 لدينا أيضا الكندي مقابلين وهذه كانت أحد التوصيات الشراء لاحظنا في جلسات الأسبوع الماضي كان هناك أيضا تصحيح لإعادة اختبار المقاومة 81.95 والتي أصبحت حاليا تشكل دعم للزوج عندنا المقاومة 83.51 والتي كانت الهاي للأسبوع الماضي لو تم اختراقها راح نشوف 84.20 ولو تجاوزها راح نشوف 85.18 عندنا أيضا أخيرا الدولار مقابل الليرة التركية تكلمنا الأسبوع الماضي وقلنا في حال كسر الخمسة فاصلة 75.67 راح نشوف الخمسة فاصلة 64.30 حاليا هناك دعم على فريم الأربع ساعات عند مستويات الخمسة فاصلة 68 نشوف في حال كسرها راح يكون هناك هبوط للزوج وإلى الدعم خمسة فاصلة 64.30 نذكر بالمقاومة المهمة على زوج الدولار مقابل الليرة التركية واللي هي النقطة 5.94 ما راح نشوف صعود للزوج إلا باختراق 5.94 مع الزوج الدولار مقابل الليرة التركية كان هذا آخر الأزواج في جولتنا لهذا الأسبوع مع 8 و 8 الزملاء من فريق شركة أوربيكس بسبوع موافق ومنية بالأرباح بمشيئة الله ترجمة نانسي قنقر